بيبدأ الفيلم بمجموعة من المحاربين في قابلة الهنود الحمر وهم بيحاولوا يصطادوا خنزير بري وبينتشروا كلهم في الغابة علشان يحصروا للفخ اللي هم عاملينه ويقدروا يصطادوه ومع الوقت بيمشي الخنزير فعلا في الطريق للفخ وبيدوس على الحبل وبيدخل فيه اسياخ حديد موجودة في خشبة وبيقدر المحاربين انهم يصطادوا الخنزير وبيقطع مخلب الفهد الخنزير وبيوزع على اصدقائه القلب والكبد وكل احشاء الخنزير وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض وبيكونوا فرحانين علشان قدروا يوفروا الاكل ويعيشوا في سلام مع بقية القبيلة بتاعتهم وبيتفاجئوا ساعتها بمجموعة تانية من المحاربين وهم وقفين قدامهم وبيقفوا كلهم هم مستعدين لكن بيتقدم رئيس القبيلة وبيتكلم مع المحاربين اللي قدامه وبيعرفهم على ابنه مخلب الفهد وبيقولهم ان الغابة دي كانت بتاعت اجداده وبقت بتاعته وهتبقى بتاعت ابنه واحفاده من بعده وبيتقدم واحد من المحاربين وبيسيب سمك كبير قدامهم علشان يبين حسن النية وبيتقدم واحد من اصدقاء مخلب الفهد وبيحطوا قدامهم قطعة لحمة من الخنزير البري وبيتكلم واحد من المحاربين مع رئيس القبيلة وبيعرفوا انهم بس عاوزين يعدوا وبعدها عرفوا ان القبيلة بتاعتهم اتعرضت لهجوم وهم دلوقتي بيشوفوا مكان تاني في الغابة علشان يعيشوا فيه وتبقى بداية جديدة للقبيلة بتاعتهم وبيوافق مخلب الفهد انهم يعدوا من الغابة وفهمهم ان محدش هيعترد طريقهم وبيعدوا كلهم فعلا وبيلاحظ مخلب الفهد ان عددهم كبير وانه كلهم كانوا خايفين جدا ورغم انه ما كانش يعرف ايه اللي مخاوفهم اوي كده لكن من نظرتهم ليه هو كمان ابتدى يخاف ولحظ ابوه اللي بيحصل واتكلم معاه ونصحوا انه ما يخافش من اي حاجة حتى الموت وفهموا ان الخوف مرض فضيع لازم يتخلص منه لو كان عاوزي برئيس القبيلة من بعد ويحافظ على قبيلته من اي خطر وفي الليل بيكونوا كلهم مجتمعين مع بعض وقدام راجل كبير في القبيلة وبيتكلم معهم عن العادات والتقاليد بتاعتهم وبيحكي لهم قصص عن اجدادهم وبنعرف من الحكايات دي ان الفهد مصدر القوة بالنسبة لهم وانهم بدايين وبيحاولوا في كل حاجة بيعملوها انهم يقلدوا الحيوانات علشان قوة كل واحد فيهم النصر علشان نظره قوي والفهد علشان قوي وسريع والتعبان علشان بيعرف معظم اسرار الارض وبيحاول ينصحهم يكونوا راضيين بالعيشة بتاعتهم وما يحاولوش يتكبروا على عيشتهم علشان الاليها تحبهم وتساعدهم وتاني هم بيصحى مخلب الفهد من كابوس وبيسمع بعدها صوت غريب في الغابة وبيخرج علشان يشوف ايه اللي بيحصل وبيشوف ساعتها ناس كتير معاهم نار وبيحاولوا يهجموا على القبيلة وبيروح بسرعة لمراته وابنه وبيصحيهم من النوم علشان يخرجهم من غير محد ياخد باله وفي نفس الوقت ده بيهجم مجموعة كبيرة من المحاربين على القبيلة وبيضربوا صحابه وبيربطوهم وبيحرقوا البيوت بتاعتهم وحاول واحد منهم يهجم على العيلة ابوه لكن ابو بيتدخل بسرعة وبيضربه وبتقوم معركة شارسة بينهم وبياخد مخلب الفهد مراته وابنه وبيربطهم بالحبل وبينزل مراته وابنه في البير بهدوء علشان محدش يحس بيه وبيهجم المحاربين على كل الناس اللي في القبيلة بتاعته بعنف وبيحاولوا انهم ما يقتلوش حد فيهم علشان هيخطفوهم ويستخدموهم كعبيد ليهم وبيربطوا كل اللي بيقبضوا عليهم وبيقتلوا اللي بيقاوم وبيشوف واحد منهم مخلب الفهد وهو بينزل مراته وابنه في البير وبيروح بسرعة علشان يهجم عليه وبيضطر ساعتها انه يسيب الحبل بتاعهم وبتنزل مراته الحامل وابنه بأمان ومحدش منهم بيحصل له حاجة وبيهجم عليه المحارب بكل عنف لكن بيقدر مخلب الفهد يقاوم قدامه وبياخد منه السلاح بتاعه وبيضربوا بيه وبيموت المحارب في ساعتها وبيتكلم مع امراته وابنه وبيعرفهم انه يروح دلوقتي علشان يساعد ابوه اصدقائه وهيرجع لهم في اسرع وقت وبيقدر المحاربين انهم يسيطروا على معظم رجال القبيلة بتاعته وبيحاول ابوه يقاوم قدامهم لكن عددهم كان كبير وكان معهم اسلحة وقدروا انهم يتغلبوا عليه وكان واحد منهم هيقتله لكن بيجي مخلب الفهد وبيضربوا بكل عنف وبيقدر يسيطر عليه وكان هيقتله لكن بيمسكوا زعيم المحاربين بالخشبة من رقابته وبيقدر يقبض عليه وبيؤمر المحاربين انهم يربطوا بالحبل لكن بيجي المحارب وكان عاوز يقتل مخلب الفهد علشان ياخد حقه منه وبيمنعوا الزعيم بتاعهم وبيعرفوا انه هو عاوزه حي وبيتدايق المحارب جدا علشان كان عاوز يقتله وساعتها بيتكلم مخلب الفهد مع ابوه وبيعتذر له علشان ما قدرش يحميهم وبيفهم ساعتها المحارب ان رئيس القبيلة يبقى ابوه وبيطلب من المحاربين توقف ابوه على الارض وبيمسك السكينة علشان يقتله وبيشوف مخلب الفهد اللي بيحصل وكانها يتجنن علشان ابوها يموت وهو مش قادر يعمل حاجة وبيتكلم معها ابوه قبل ما يموت وبيطلب منه يبطل خوف حتى لو كان اخر يوم في عمره وبيتبح المحارب ابوه بدم بارد وبيقع على الارض قدامه وبيموت في ساعتها وبعدها بيكلموا المحارب وبيقولوا يستعد للأسوأ علشان اللي جاي مش هيبقى خير وبيضربوا بالخشبة اللي معاه وبيقع مخلب الفهد على الارض وبيفقد الوعي وبيفوق بعدها وبيلاي نفسه مربوط في خشبة طويلة مع صحابه وبيشوفهم كلهم وما بيبكوا وزعلنين جدا من اللي بيحصل ومش مصدقين الوضع اللي هم فيه وكأنهم في كابوس محدش منهم ما يفوق منه إلا بالموت وبعدها بياخدهم المحاربين كلهم وبيكونوا ربطين النساء في خشبة مع بعض ور الجلة في خشبة تانية وبيسيبوا الأطفال لوحدهم في القبيلة من غير أي حد معاهم وبيتحركوا كلهم مع بعض في الطريق للمكان اللي بيعيش فيه تجار العبيد والمحاربين بيحوطوهم من كل مكان علشان محدش يهرب منهم وبيشوف مخلب الفهد الراجل اللي هو شافه قبل كده ودي لهم السمك علشان يعدي مع القبيلة بتاعته وبيفهم إن مش هم بس اللي اتحطوا في الموقف ده وبيعدوا طول الطريق في الغابة وبعدها بيعدوا من البحر وبيمشوا بعدها من فوق جبل وكانوا هيقعوا منه وحاول واحد من المحاربين يساعدهم لكن بيمنعوا المساعد بتاع الزعيم بتاعهم علشان يشوف هيعملوا إيه وهيقدروا ينقذوا نفسهم ولا لأ وبيقوموا كلهم بصعوبة وبيقدروا فعلا إنهم ينقذوا نفسهم وبيفرح بيهم المساعد جدا لكن بيتفاجئوا به هو بيفك الحبل بتاع زميلهم المصاب وبيرمي من فوق الجبل وبيعزم لهم في الغابة وبيموت وبيلاحظ الزعيم ساعتها وبيرجع علشان يشوف اللي بيحصل وبيتدايق ساعتها جدا وبيتعصب على المساعد بتاعه علشان بسببه خسر واحد من العبيد بتوعه وبيحذروا إنه ما يعملش كده تاني لإنه عاوز يرجع بيهم عايشين وفي نفس اليوم بالليل بيتكلم الزعيم مع ابنه في الغابة وبيعرفوا إنه هو فخور بيه وبيفهموا إنه هو اللي هيبقى الزعيم من بعده ولازم يتعلم من دلوقتي إزاي قود المحاربين بتوعه بشجاعة علشان يقدر يسيطر عليهم وبيتأثر ابنه بكلامه وكان بين إنه قليل الخبرة ومش شجاع ولا قوي زي أبوه وعلشان أبوه شجعه ادالوا الخنجر بتاعه هدية وفهموا إنه ده الخنجر بتاع أجداده اللي ورثوا منهم زمان وفهموا إنه بقى كبير دلوقتي ويستحق إنه يشيل الخنجر بتاعه وبيفرح ابنه جدا من كلامه وبيعيدوا إنه هيعمل كل حاجة علشان يبقى قد السقة اللي هو ادهاله وفي نفس الوقت ده بيكون مخلب الفهد وأصدقاءه بيتكلموا مع بعض وهم حسين بالعار علشان اللي حصل معاهم وبيفهمهم مخلب الفهد إنهم لسه عايشين وأكيد هيجي الوقت اللي هم هينتقموا فيه وياخدوا حقهم من العمل فيهم كده وطلب منهم يستعدوا للي جاي ومع الوقت بيوصلوا للمدينة بتاع التجار العبيد وبيشوفوا ناس مصابين بالوباء وبتكون منهم بنت صغيرة وكل المحاربين كانوا خايفين يقربوا منها علشان محدش فيهم يتصب الوباء وحاولت البنت تقرب منهم لكن كل واحد فيهم مسك خشبة طويلة وكان بيبعدها عنه علشان الوباء اللي عندها ولما بتشوف البنت مخلب الفهد بتبصله وبتركز معاه وبعدها بتتكلم مع المحاربين باستهزاء وبتفاهمهم انهم خايفين منها علشان مريضة رغم ان كلهم هيموتوا قريب واستغربوا ساعتها من كلامها وعرفتهم البنت انهم هيموتوا اول ما يبقى فيه ظلام وقت النهار وطلبت منهم يحذروا من الشخص اللي هيبقى معاه الفهد علشان ساعتها كلهم هيموتوا على ايد الشخص ده وكانوا كلهم بيسمعوها وهم خايفين علشان الاشخاص اللي بيكونوا قريبين من الموت كلامهم بيتحقق وكانت البنت بتكلمهم بصوت عالي وبتعرفهم ان الرجل الفهد هيقتلهم وبيمشوا بعدها كلهم طول الطريق في المدينة وبيشوفوا قد ايه الناس اللي عايشة في المكان فقيرة ومعظمهم مصابين بالامراض وبيلحظوا ان الناس كلها كانت بتعمل تقوص غريبة وكانوا بيعبدوا الشمس وبعدها بيدخلهم في مكان والناس ساعتها بتدهن جسمهم باللون الازرق وبياخد الزعيم النساء بتاعت القبيلة بتاعتهم وبيروح يباعها لتجر عبيد تاني وبيتبعوا كلهم في المزاد قدام كل الناس مبنى عالي موجود في سلم بطول المبنى كله والناس اللي موجودة فوق المبنى بيقطعوا راس المحاربين علشان يقدموها كأضحية للآلهة وبيدهنوا المحاربين اللي هتتقدم قربان للآلهة باللون الازرق علشان تتميز عن باقي المحاربين وبيروح مخلا بالفهد وباقية القبيلة بتاعته مع المحاربين لفوق المبنى وبيشوفوا الكهنة بتوع الآلهة وهم موجودين قدامهم وبيخافوا جدا وبيفهموا ان نهايتهم الرابط الآلهة غضبان عليهم وعاوزة دم كتير من المحاربين الأقوية علشان تسمحنا والوباء يختفي من المدينة وبيهتفي الناس كلها ساعتها وهم متحمسين علشان المحاربين هيموتوا والآلهة هتسمحهم وبياخد الكهنة واحد من قبيلة مخلا بالفهد وبيقتلوا بالخنجر وبعدها بيقطعوا راسه وبيمسكها واحد فيهم وبيرميها على السلم وبعدها بيرموا جسته وبياخدوا واحد تاني وبيكرروا الموضوع لحد ما بييجي الدور على مخلا بالفهد واللي بيكون مستسلم للموت علشان عارف انه مش هيقدر يعمل معهم حاجة وبياخدوه الكهنة وبيحطوه على الخشبة علشان يقتلوه لكن بيتفاجئوا بيكسوه في الشمس والنهار بيختفي والليل بيعم ساعتها والناس كلها بتفتكر ان الآلهة غضبان عليهم لكن واحد من الكهنة بيكون فاهم اللي بيحصل وبيعرفهم ان الآلهة بتحبهم لكن هي اكتفت من الدم وشبعت ومحدش من المحاربين هيموت تاني وبالفعل بعدها الشمس بتظهر وبيطلع النهار من تاني وبيسيبوا مخلا بالفهد وبيت المحاربين اللي معاه عايشين لكن بياخدهم الزعيم بعدها وبيقرر يخلص منهم بطريقته الخاصة وفي نفس الوقت يدرب المحاربين بتوعوا على هدف متحرك وبياخدهم لمكان زي الملعب بتكون نهايته الغابة اللي بيوصلوا منها للقبيلة بتاعت مخلا بالفهد وبيتكلم المساعد مع اتنين منهم وبيقول لهم يحاولوا يهربوا ولو قدروا يوصلوا للغابة من غير ما يتقتلوا هيبقوا احرار ومحدش هيطردهم تاني وبيروح ابن الزعيم وبيقف في اخر الملعب بالسلاح بتاعه علشان يقتل اي حد هيقرب علي منهم قبل ما يوصل للغابة وبيجري اتنين من المحاربين بسرعة علشان يفلتوا من الموت ويوصلوا للغابة لكن بيصوب عليهم المحاربين بتوع الزعيم بالقاسهم والرماح وبيقدروا يقتلوهم بكل سهولة وبيكمل عليهم ابن الزعيم وبيضربهم علشان يتأكد انهم ماتوا وبيتكلم بعدها المساعد مع مخلب الفهد وبيقولوا ان الدور عليه وجه الوقت اللي هيموت فيه وطلب منه يجري ويحاول يهرب بكل قوته وبيجري ساعتها مخلب الفهد باقصى سرعة ومع واحد تاني من المحاربين وبيحاول يشتتهم وبيجري مين وشمال علشان ما يصبش بالقاسهم والرماح ويوصل للغابة بسلام لكن بيموت المحارب اللي معاه بسهم وبيتصاب مخلب الفهد هو كمان بسهم في جنبه وبيقع على الارض وبيروح له ابن الزعيم علشان يقتله لكن بيمسك رجله واحد من اصدقاء مخلب الفهد كان لسه عايش وبيقدر مخلب الفهد انه يشيل السهم من جنبه ويضرب بيه ابن الزعيم في رقابته وبيقتله في ساعتها وبيشيل بقية السهم من ظهر وبيقاوم الالم وبيجري مدامهم باقصى سرعة وبيقدر يوصل للغابة واول ما بيشوف الزعيم اللي بيحصل بيتصدم على موت ابنه وبيروح بسرعة علشان يشوفه وبيبص عليه هو مصدوم لحد ما بيطلع عنفاسه الاخيرة وبيموت وبيمشي الزعيم ساعتها من وسط المحاربين وهو مش مصدق انه خسر ابنه بالسولة دي وبيطارد مخلب الفهد في الغابة بكل قوته وبيجري مع باقية المحاربين بتوعه وبيحاول مخلب الفهد يهرب منهم بالصعوبة وهو بيعاني من اصابته لكن بيتفاجئ بفهد موجود قدامه وساعتها بينصق سابته وبيجري بسرعة في الغابة وبيجري وراه الفهد باقصى سرعة علشان يقتله وبيشوفوا واحد من المحاربين وبيكلم الباقي وبيجروا كلهم وراه علشان ينتقموا لابن الزعيم وبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا انه بيجري نحيتهم وبيقفوا وهم مستعدين واول ما بيوصل عندهم بيهجم عليه واحد منهم لكن الفهد بيعضوا من وشه وبيقتله وبيوصل بعدها المحاربين وبيضربوا الفهد بالاسلحة اللي معاهم وبيقدروا انهم يقتلوه وبيشوفوا بعدها صديقهم اللي مات وهم مصدومين من اللي بيحصل معاهم من مجرد محارب واحد وبيتكلم معاهم واحد منهم وبيعرفهم ان الكلام بتاع البنت الصغيرة بيتحقق والشمس اختفت في وسط النهار والفهد كان بيساعد المحارب وهاجم عليهم بكل شراسة لكن الزعيم بيعترض على كلامهم وبيعرفهم ان كل اللي بيحصل ده صدفة وان مخلب الفهد بيجري دلوقتي وبيحاول يهرب علشان خايف منهم وبيسمعوا كلام الزعيم وبيكملوا مطاردة في الغابة لكن بيتفاجئوا كلهم بافعة وهي بتهجم على واحد فيهم وبيتعضوا بانيابها في رأبته ورغم انهم قتلوا الافعة لكن كلهم كانوا خايفين علشان عارفين ان كل حاجة بتحصل هتبقى اخرتها موتهم زي ما البنت عرفتهم وبيجري مخلب الفهد في الغابة بسرعة قبل ما حد يوصلوا لحد ما بيوصل لنهاية الغابة وبيشوف قدامه شلال في البحر والمحاربين موجودين وراه وبيقرر يغامر بحياته وينط في البحر احسن ما يموت على ايديهم وبيشوفوا كلهم اللي بيحصل وبيستغربوا من اللي عمله وبيستغربوا اكتر لما بيشوفوا على الشط قدامهم وانه قدر ينقذ نفسه من الموت وبيوقف قدامهم على الناحية التانية مخلب الفهد وبيكلمهم بكل سقة وبيقولهم انا مخلب الفهد ابن رئيس القبيلة ابويا استططف الغابة دي من قبلي ودي الوقت انا اللي هستططفها من بعده ومش هسيب حد منكم عايش وعرفهم انه كده وصل للغابة بتاعته والمطاردة بتاعتهم هتنتهي وجه الوقت علشان هم اللي يبقوا الفريسة وهو الصياد وبيسمع كلامه الزعيم وبيتدايق جدا وبيقول رجالته انهم هينطوا في البحر علشان يكملوا المطاردة بتاعتهم وبالفعل بينطوا كلهم في البحر وبيتصاب واحد منهم في صخرة في البحر وبيموت والباقي بيقدر يوصل للشط بامان وبيكملوا المطاردة وفي نفس الوقت ده وكانها يغرق لكن بيعوم لحد ما بيوصل لارض سابتة وبيطلع بسلام وبعدها بيوصل المحاربين للغابة هم كمان وبيتفاجئوا بيه هو وايف قدامهم وماسك في ايده ورقة شجر كبيرة وبيرميها عليهم وبيخرج منها خلية نحل وبيعانوا كلهم بسبب ارص النحل ليهم وبيهربوا من النحل بصعوبة وبعدها بيروح الفهد المكان في سحلية وبيمسكها وبيدخل في جسمها خشب مسنون علشان الخشب يبقى مسمون وبيستنى اول ما الجنود كلها تعدي من قدامه وبيضرب اخر واحد فيهم بالخشب المسمون وبيقدر يصيبوه وبيموت في ساعتها وبيروح علشان ياخد السلاح بتاع المحارب لكن بيتفاجئ بالمساعد بتاع الزعيم قدامه وبيقفوا الاتنين قدام بعضه وهم مستعدين للحرب وبيهجموا على بعض وبيحاول المساعد انه يضرب مخلب الفهد لكن الفهد كان اسرع منه وبينزل من تحت السلاح بتاعه وبياخد السلاح بتاع المحارب وبيضرب به المساعد في راسه وبعدها بيضربه مرة تانية لحد ما بيموت وبيتصدم ساعتها لما المطرة بتمطر وبيجري بسرعة من المكان علشان يوصل لمراته ابنه اللي كان سايبهم في البير علشان ينقذهم قبل ما البير يتملي بالمية ويغرقوا فيه لكن بيشوفوا الزعيم وهو بيجري وبيصوب عليه السهم وبيقدر انه يسيبوا بالسهم في كتفه لكن بيقاوم الاصابة من تاني وبيشيل السهم من كتفه وبيوقف قدام الزعيم وهو مستعد للحرب وبيهجم عليه الزعيم بكل قوته وبيقرب عليه بسرعة وبيخبط برجله في الفخ بتاع الخنزير البري وبيدخل في جسمه الأسياخ الحديد وبيموت الزعيم في المصيضة بتاعة الحيوانات وبيوصل ساعتها المحاربين بتوعه وبيتصدموا لما بيشوفوا الزعيم بتاعهم ميت قدامهم وبيكملوا مطرد ورى الفهد ولما بيوصلوا للشط بيتفاجئوا بسفن كتير وهي بتقرب عليهم وبيروحوا نحيتها وهم مصدومين علشان كانوا أول مرة يشوفوا سفن بالحجم ده وبيستغل الفهد الفرصة وبيروح بسرعة للبير اللي موجود في أهله وبيشوف مراته وهي بتحاول تنقذ نفسها وتنقذ ابنها بصعوبة وخصوصا إنها ولدة الطفل الجديد في البير وسط المية بتاعة المطر وبيطلعهم الفهد من البير وبيتكلم بعدها مع مراته وبيعرفها إنهم هيمشوا من الغابة وهيروحوا المكان تاني علشان يبدأوا في حياة جديدة بعيدة عن العنف اللي هم كانوا عايشين فيه وانتهى في المنى ويا رب يكون عجبكم واللي حبيبي يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس